السلام عليكم أعزائي طلاب الصف الخامس الابتدائي والنهاردة موعدنا مع يونتو الوحدة التانية بعنوان في حديقة الملاهي أو مدينة الملاهي وإن شاء الله النهاردة بناخد الدرس الأول وكمان الدرس التاني يلا بينا على الدرس الأول ودرسنا الأول بعنوان conversation time وقت المحادثة وبنشوف في محادثة جميلة بتتم داخل مدينة الملاهي وقبل ما نشوف المحادثة تعالوا نشوف الكي فوكابلري الكلمات المهمة اللي هتساعدنا على فهم المحادثة تعالوا بينا نشوف الكلمات يلا قول معايا الكي فوكابلري أميوز من تبارك أميوز من تبارك حديقة الملاهي ثورستي ثورستي عطشان وات كاين وات كاين ما نوع باينابل 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 أنا ناس enough enough يعني كافي يبقى عندنا الجي اتش تنطق ف enough enough my treat my treat على حسابي my treat my treat يلا قول معايا الكلمات الجميلة دي كمان really really حقا so so جدا juice juice عصير some some بعض please please من فضلك money money نقود أو مال spaghetti 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 مكرونة spaghetti clerk clerk يعني موظف وينفعولها clark clark popcorn popcorn في شعر hot hot حار orange orange برتقال أو برتقالي ودلوقتي ما عدنا مع important expressions تعبيرات هام and prepositions وحروف جر قول معايا number one me too me too وأنا أيضا number two that's okay that's okay حسنا ولا يهمك لا علي number three here you are here you are تفضل four thanks a lot thanks a lot شكرا جزيلا وبتبدأ المحثمة بين شخصين داخل حديقة الملاهي amuse منتبع الشخص الأول بيقول it's so hot جو حار جدا يبا لما نيجي نتكلم عن الطاقس بنقول it's it's وso هنا بمعنى جدا so يعني جدا بييجي بعدها الاجكتف الصفة it's so hot it's so hot i am really thirsty أنا عطشان جدا i am really thirsty عطشان جدا رد الشخص التاني وقال me too me too let's get some juice هيا نحضر بعض العصير me too وانا ايضا let's get some juice هيا نحضر بعض العصير ذهب البوي and girl الولد والبنت راحوا محل العصير فالكليرك الموظف بيسألهم بيقولهم what kind of juice do you want what kind of juice do you want ما نوع العصير الذي تريدونه what kind ما نوع رد هنا قال البوي بيقول ايه pineapple juice please pineapple juice عصير أنا ناس please من فضلك وهنا اكتشف الولد انه ما معوش فلوس فبيقول ايه I don't have I don't have ليس لدي enough money enough money مال كافي نقولها على بعضها I don't have enough money ليس لدي مال كافي ردت الجر وقالت that's okay وليهمك that's okay it's my treat it's my treat العزومة على حسابي وهنا الجرل البنت بتقول here you are تفضل here you are تفضل بيشكرها الولد فوي ويقول لها thank you a lot thank you a lot شكرا جزيلا هنا بنتعلم يا شباب ان احنا نساعد بعض في وقت الازمات يلا بينا دلوقتي اني راجع محثة شفناها قبل كده ما بين سكر وسكرة سكر بيقول ايه smells good smells good رائحته جيدة what's for lunch what's for lunch ماذا اعددتي للغداء ردت سكرة وقالت we're having spaghetti we're having spaghetti سنتناول مكارونة سباجتتي yum يا نزيز my favorite my favorite طعام المفضل سكرة قالت her help yourself تفضل her help yourself تفضل ساعد نفسك يلا بينا نروح على الدرس التاني listen to بعنوان word time وقت الكلمات وبنتناول في الكي فوكابلر الكلمات الاساسية وبتتعلق ب leisure activities leisure activities يعني الانشطة اللي بنمرسة في وقت الفراغ قل معايا number one drink juice drink juice يشرب عصير eat cotton candy eat cotton candy يأكل حلوة غزل البنات number three win a prize win a prize يفوز بجائزة win a prize يفوز بجائزة four go on a ride go on a ride يركب لعبة في الملاهي five see a show see a show يشاهد العرب six have lunch have lunch يتناول الغداء seven buy tickets buy tickets يشتري تذاكر eight take pictures take pictures يلتقط صور take pictures يلتقط صور تعالوا روح على ثلاث محادثات قصيرة mini dials جميلة جدا المحادثة الأولى number one البنت بتسأل بتقول did you wash the boots and pants did you wash the boots and pants هل غسلت الأواني رد المان وقال no i didn't no i didn't لا لم أفعل i baked cookies i baked cookies أنا طبخت حلويات خبزت حلويات وتعالوا نشوف الميني دايلوج number two what time is it what time is it بنسأل عن الوقت كم الساعة it's twelve o'clock ساعة اتناشر it's twelve o'clock ساعة اتناشر تماما i am hungry أنا جوعان i am hungry أنا جوعان me too me too وأنا أيضا me too وأنا أيضا تعالوا نشوف المحادسة التالتة number three هنا بنعرض المساعدة بنقول may i help you may i help you أي خدنة هل يمكنني أن أساعدك ردت الجرل البنت قالت two tickets two tickets please أريد تذكرتان two tickets please أريد تذكرتان وهنا الاسيستنت الباقعة بتقول لها إيه that's three pounds that's three pounds كده حساب التذكرتين ثلاثة جنيه تفضلي here you are here you are تفضلي ترد عليها تقول لها thank you thank you يعني شكرا وهنا تعلمنا ازاي نعرض المساعدة وازاي نقدم شيء لشخص نقوله here you are وازاي نشكره نقوله thank you وبكده نكون وصلنا لنهاية الدرس الأول والتاني وتعلمنا فيه مصطلحات وكلمات هامة بنستخدمها في المدينة الملاهي at the ambuse من تبار وما تنسوش نعمل like share subscribe نشترك في القناة وكمان نفعل الجرس عشان توصلنا الفيديوهات الجديدة وأوعدكم إن شاء الله إن احنا نقدم حاجات جميلة والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر